السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نقوم بصحيح فرض المادات الرياضيات بالنسبة للمستوى الثالث بما يسمى فرض المرحلة الثالثة أي الفرض الأول للدورة الثالثة إذن سوف نقوم بإنجاز السؤال الأول إذن السؤال الأول يقول ضع وأنجز إذن هنا لدينا بجموعة العمليات كنلاحظوا بأنها عمليات الطرح وعمليات الجمع وكذلك عمليات الضرب إذن نقوم بالعمل الأولى اللي هي عمليات الطرح إذن دائما يجب أن نضع العملية بشكل صحيح إذن نضع العدد الأول اللي هو 8107-3612 إذن دائما يجب وضع العملية باحترام الوحدات والعشرات والمئات وكذلك الآلاف إذن نقوم بإنجاز العملية إذن 7-2-5 إذن نكتب 5 0-1 لا يمكن إذن نقوم لماذا؟ نسلف 1 ونرد السلف إذن 10-1-9 1-7 إذن 6-1 هي 7-6 والسلف هي 7 إذن 1-7 كذلك لا يمكن إذن نسلف 1 ونرد السلف 11-7-4 نكتب 4 ثم 8-4 إذن 4 هي 3 والاحتفاظ ديه هو السلف إذن 8-4 4 وتكون النتيجة هي 4 ألاف النتيجة تساوي 4 ألاف وأربعمائة وخمسة وتسعون نذهب الآن لإنجاز العملية الموالية والا هي عملية الجمع إذن نضع العملية إذن 8500 زائد 4000 وخمسة وعشرون إذن الوحدات أسفل الوحدات العشرات أسفل العشرات وكذلك المئات والآلاف إذن ننجز العملية سفر زائد خمسة خمسة سفر زائد اثنان اثنان خمسة زائد سفر خمسة ثم أخيراً 8 زائد أربعة إثنى عشر إذن بما أن ننتهينا نكتب إثنى عشر إذن النتيجة هي 12500 وخمسة وعشرون ننجز الآن العملية الموالية والا هي عملية الضرب إذن نضع العدد الأول 455 مضروبة في 6 وننجز العملية إذن 6 في 5 30 نكتب سفر ونضع 3 في عمود الاحتفاظ 6 في 5 30 و3 في عمود الاحتفاظ هي 33 نكتب 3 ونشطب على 3 السابقة ثم نضع 3 في عمود الاحتفاظ 6 في 4 24 ونضيف 3 إذن 27 ننجز الآن السؤال الثاني إذن ننجز السؤال الثاني إذن السؤال يقول أتمم المتساويات التالية كما في المثال إذن المثال الأول إذن 63 تساوي 7 في 9 زائد سفر إذن نجيب على العملية التالية إذن نلاحظ أن دائما الأسبقية لما يوجد بين قوسين إذن 5 في 4 20 ثم نضيف عليها ماذا 3 إذن يكون العدد هو 23 نذهب الآن إلى العملية الموالية إذن 72 تساوي إذن 72 إذن نحاول أن نستذكر جدول الضرب إذن ما هي العملية الأقرب إلى 72 إذن ماذا؟ نعم أحسنتم إذن هناك جوابان يمكن أن نكتب 8 في 9 أو 9 في 8 والباقي كم هو؟ هو سفر إذن الآن نذهب إلى العملية إذن 51 كم تساوي 7 في 7 إذن كم هي 7 في 7؟ 49 إذن يجب أن نضيف ماذا؟ 2 لـ 49 لكي نحصل على 51 وبالتالي سوف نكتب ماذا؟ سوف نكتب 2 نذهب إلى العملية الموالية إذن نحسب ما بين قوسين إذن 6 في 7 42 ونضيف ماذا؟ 3 هي 45 نذهب إلى العملية الأخيرة إذن 86 تساوي 9 إذن 9 في ماذا؟ ما هو أقرب عدد إلى 86 80 في جدول الضرب نعم باستعمال العدد 9 إذن هو ماذا؟ هو 81 الذي يساوي 9 في 9 إذن 9 في 9 كم؟ 81 وماذا؟ كم يتبقى لنا للحوصول إلى 86؟ 5 نعم إذن 81 الآن زائد 5 هي 86 نذهب الآن إلى السؤال الثالث إذن السؤال الثالث إذن يقول ماذا أتمم مل الجدول أسفل انطلاقا من الميبيان؟ إذن كنشوفو عنا ميبيان وعنا الجدول إذن الميبيان كهي مثل ما هذا؟ العمر بالسنوات وعدد التلاميذ للأعمار دياله 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 سنة إذن نبدأ بمل الجدول إذن الخانة الأولى إذن التلاميذ الذي عمره هما 6 سنوات كم؟ هما 20 إذن هنا 6 إذن هنا كنشوفو أن العمود يصل إلى 20 ويكون هو 26 نذهب الآن إذن ما هو العمر الموالي لست سنوات؟ إذن العمر الموالي لست سنوات هو 7 سنوات إذن نكتب ماذا؟ 7 7 إذن كم عدد التلاميذ التي أعمارهم 7؟ إذن كنلاحظوا هنا 15 16 17 18 إذن العمود يصل إلى 18 فيكون عدد التلاميذ هو 8 18 نذهب الآن إلى العمر 8 إذن 8 نقوم بالحساب إذن كنستعمل هذه الأسهم هذا ما إذن استعملنا 15 ولكن كنلاحظوا بأن العمود أكثر من 15 إذن 15 كان 6 16 نعم إذن هنا 6 10 إذن غمشيه العمر الذي يلي 8 سنوات إذن العدد يليه هو 12 إذن نتأكده شكونا هو العمود اللي فيه 12 إذن كنلاحظوا العمر 9 سنوات إذن 10 11 12 إذن الجواب غير يكون هو ماذا هو 9 سنوات ثم نذهب الآن إلى العمر الموالي واللي هو عمر 10 سنوات إذن عدد التلاميذ التي أعمارهم 10 سنوات كم؟ إذن ممكن نحسبه جد طريقات وممكن نعتمده على السهم اللي هو 20 ونحسبه 20 21 22 23 24 أو نعتمد على السهم الأكبر اللي هو 25 ونقص بواحد هي 24 وغير تكون هي الأسرع ممكن نلاحظوا أن الجواب هو 24 نذهب الآن إلى السؤال الرابع إذن السؤال الرابع تقول أحسب محيط كل شكل من الأشكال التالية إذن نعطونا شكل هدسي ونطلبنا نحسب المحيط دياله إذن هنا الشكل الأول هو عبارة عن ماذا عن مربع والشكل الثاني هو عبارة عن مستطيل إذن المربع كنعرفوا بأن المربع الأضلع دياله كاملة بها متقايصة إذن كيفاش كنحسبوه المحيط ديال المربع هو كنشوفو طول الضلع اللي هو 3 سنتيمتر وكندربوه في عدد الأضلع اللي كان عند المربع اللي هي 4 1 2 3 4 سوف يكون الجواب هو كم هو 12 سنتيمتر الآن سوف نحسبوه المستطيل إذن المستطيل فيه ماذا فيه الطول وفيه العرض كيفاش كنحسبوه المستطيل محيط ديال المستطيل إذن شنو كنعملو كنضيفو كنجمعو الطول زائد العرض إذن 2 سنتيمتر زائد 5 سنتيمتر إذن كم تساويخ 7 100 سنتيمتر وكندربوه النتيجة المحصل عليها في 2 وهكذا غيكون المحيط ديال المستطيل هو 14 100 سنتيمتر نمشيو الآن السؤال الموالي إذن السؤال الموالي سؤال الخامس يقول أضع علامة تحت العدد الكسري الذي يمثل الجزء المنون في كل شكل نبدأ بشكل أول إذن شكونا هو جواب صحيح هل هو 2 على 4 1 على 4 4 على 1 3 على 5 نعم الجواب صحيح هو 1 على 4 إذن 1 على 4 نمشيو للجزء الثاني إذن شكونا هو غيكون الجواب صحيح من بين هذه الأداد إذن شكونا هو حسبه 1 2 3 4 4 من كم 4 من 6 وكذلك الجواب العائقون صحيح هو 4 على 6 نذهب إلى الشكل الموالي إذن الجزء المنون هو ماذا؟ كم عدد الجزء المنون؟ 1 1 من كم 1 من 6 وكذلك جواب صحيح هو 1 على 6 نمشي الآخر الشكل كذلك ما نلاحظه بأن الجزء الملون هو واحد واحد من كم من شكل من ستة ويكون الجواب واحد على ستة الآن نمشي السؤال السادس نشوفه السؤال السادس إذن السؤال السادس ما يقول أحيط الوحدة المناسبة لقياس وزن الكرة إذن وزن الكرة لكي نعمل القياس ما سيكون بالميلي جرام ما سيكون بالماتر ما سيكون الكيلو جرام أو ما سيكون الهكتو لاتر إذن طبيعة الحال وزن الكرة سيكون بسعمال ماذا الكيلو الكيلو جرام ما الآن السؤال السابع إذن هنا أحول إلى الوحدة المطلوبة إذن دائما ما ننساوش جدول الوحدات اللي سيكون دائما حاضر في الدهن دينا إذن سبعة جرام ما سيكون فيها من ميلي جرام إذن باش ننتقلوا من الجرام إلى ميلي جرام سنقلوا على مجموعة من الوحدات اللي هي دي سي جرام والسونتي جرام وأخيراً سنصلوا إلى ميلي جرام إذن سنضيفوا ثلاثة الأصفار إذن هنا سيكون الجواب هو سبعة آلاف ميلي جرام الآن سننتقلوا لدينا 42 كيلو جرام لسونتي جرام إذن من الكيلو جرام للسونتي جرام سيكون هذه الوحدات اللي سنمر عليها إذن سنمر في الجدول على وحدة الهكتو جرام ثم الدكا جرام ثم نعم الغرام ثم ديسي جرام وأخيراً سنصلوا لسونتي لسونتي جرام وكتالي سنضيفوا لهذا العدد سنضيفوا خمس أصفار إذن سيكون لدينا 42 ونضيفوا خمس أصفار لكي سنصلوا إلى الجواب سنضيفوا الآن الدكا جرام الجواب الموالي هو إذن 15 دكا جرام سنحولها ديسي جرام إذن ديكا جرام سنكون لدينا الوحدات اللي سنمروا عليها إذن عندنا الدكا جرام سنمروا القرام ثم الدكا جرام إذن الآن سنكون جوجة الأصفار لأن سنمر على جوجة الوحدات التاريخ يكون 15 ونضيفوا لجوجة الأصفار وبهذا ننتهينا من تصحيح هذا النموذج للفرض في المرحلة الثالثة المادة الرياضية نتمنى أنكم تكونوا استفتكم هذا التصحيح إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر